استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بمقر العاصمة الإدارية الجديدة استهله بالإشارة إلى نتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية الأولى كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا لافتا إلى أن القمة ستمثل إطارا لطرح الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية ودفع مجالات التعاون وتناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نتائج زيارته أمس إلى توشكا لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية منطقة جنوب الوادي معتبرا أن ما يتم هناك يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى سواء في تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأرض وسط إصلاحها للزراعة كما أشر رئيس الوزراء إلى أنه قام صباحا اليوم بالتوجه إلى مدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي وشركة تصنيع الضمادات الطبية الحديثة بالإسماعيلية وثمن مدبولي الإنجاز الكبير الذي يتحقق لتنفيذ هذين المشروعين في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية قيام الوزراء والمسؤولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأي العام ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة وتستحوذ على اهتمام المواطنين وإتاحة البيانات والمعلومات للرد وذلك بما يسهم في منع إثارة البلبلة مؤكدا على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات